اينا اكثر طائفية صرع محموم على ورقة منتهية الصلاحية القاها الشعب العراقي في نفاية المشروع الايراني لكن احزاب السلطة لا تجيد غير اللعب بها وتصر على استخدامها الحديث هنا عن مقتدى الصدر الذي حول اسمى تياره الى التيار الشيعي والاطار التنسيقي فما ان زايد الاول على الثاني بانه هو من ساهم في اقرار يوم الغدير عطلة رسمية حتى زايد عليه الثاني بنفس طائفي اكبر يتعلق بتغيير اسم العراق المطالب بتغيير اسم العراق الاسم الدولة العلوية هو النائب عن ميليشيا العصائب علي تركي اليوم لو كان هناك استحقاق يعطى اليوم الغدير لكان العراق هو دولة العراق العلوية ويسمى بالدولة العلوية حتى مناهج التعليم يريد لها النائب علي تركي ان تكون طائفية اكثر مما هي عليه الان اليوم احنا وزارة التربية لا تزال تطبع كتب للطلبة وتتقفهم بثقافة هي موثقافتنا اذن الى متى التقية النائب السابق ومالك مصر في البلاد الاسلامية المعاقبة امريكيا لتعاملهم مع الحرس الايراني وميليشيا حزب الله لبناني اراس حبيب وصل الى منتهى المزايدة الطائفية دون اي اعتبار لشركاء السياسة احنا بينا الغلط ما بينا الغلط ما رد نناقش هذه الصفحة او هذه القضية نتحسن بعدين رح نتحسن بمرور الزمن رح نتحسن فأشلين بالحكم ناجحين بالحكم ما لعلاقة الغاية تحققت الشيعة الشيعة هم اهل العراق وهم يقودون العراق مو غير الشيعة يقودون العراق والمن يجعل يزعل واليكران يجعل يكراني وبمناسبة الحديث عن شركاء اللعبة السياسية ممن قبلوا التمثيل الهامشي في المسرح السياسي يقول لهم المتنافسون في رفع مستوى الخطاب الطائفي من لا تعجبه قراراتنا فليضرب رأسه بالجدار الماء يقبل براحتي اكو حيطان خلي روح تخراسي احنا المكون الاكبر بالعراق هذا هو العراق بعد 21 عاما من الاحتلال خطاب السلطة اوغلت في اقصاء جميع المكونات وتهميشها والغاء وجودها بعد عقدين من القتل والتهجير على الهوية وفق لهج طائفي منح القدسية من نظام طهران وبمباركة امريكية